بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين بالدرس الثاني من سلسلة 3D Max ريكس 2 ستناول الموضوع بهم كثير الطلاب وبواجه معظم الطلاب هنا في نابلس في فلسطين وهي مشكلة أنه عندما ندخل صورة على ماكس أو أي ماتيريال تطلع عندي كثير مغبشة وهو الموضوع الرئيسي لهذا الفيديو أو العنوان لقيله وهي الريزيوشن تباتل في بورت هل أنا هون عملت ماتيريال أولى سواء عندي كانت ماتيريال أنا عملها أو كانت عندي ماتيريال موجودة يعني بلت إن من الماكس نفسه كانت عندي نويس سأتكلم موضوع شوية صغير على موضوع الانفيرومنت كمان بالنسبة للهوم ميرك اليوم أعطيته للطلاب إذا كنت بدي أبلش من الصفر يعني بدي أحاول أروح أورش على الباكراوند ورجع الموضوع من الصفر اللي بدي أعمله كالتاري إني بدي أحاول أدخل صورة صورة موجودة على الكمبيوتر تكون عندي سواء الأشكال الطبيعية أو لمبنى بحاول أن أرفعه اللي بروح بعمله بكبس على كبسة Alt مع B أو بكبس بالزر اليمين على أي إقونة من هذول بطلع عندي كلمة background يعني هاي القائمة موجودة بروح للباكراوند بحكي Use Files يعني بقدر ما تطلع عندي القائمة السكنية هاي بدي أستخدم Use Files وبروح من هون كلمة فايلز بختار من الديسكتوب الصورة اللي أنا منزلها هون هو مبنى لزها حديث هاي open هاي اوكي عمليا اللي صار عندي هيك منو في عندي صار مبنى يعني صار في عندي خلفية المبنى جاي عندي عقد الشاشة لو رديت رجعت للنفس القائمة كما مرة بقدر احكي لهذه الصورة كون عندي مثلا match bitmap او match view board يعني كوني عقد الview board او كون match bitmap يعني على أبعاد الصورة مشها ما يصير في عندي distortion اللي هي النسب او match rendering output حسب اعدادات render اللي أنا بكون طارحة هون هاي اوكي هيك تيجي على أبعاد الصورة نفسها بس في هون مشكلتين عندي المشكل الاولى ما بقدر عمل زوم للصورة مشكلة طلعت عندي بعد ماكس اتوقع 2013 اذا انا مش هلطان او 2011 مش متذكر فالحل لها بكبس هون على كيوب بالزر اليمين بحكي له كون عندي perspective بعدها بكبس على الزائد هون بحكي له 2d ban zoom mode هلا لما ازوم بقدر اتغرب واباعد عن الصورة نفسها اللي بلاحظه هون عندي صورة كتير مبكسلة فبالتالي بصعب علي كتير ان اشوف هاي الصورة او اشف عنها فتخيلوا هاي لو كانت صورة جوية لما شريع تخرج طلاب سنة 5 لعنا بالمعماري وحاولوا يستخدموا هاي الارض منشان الماتيريال او العمل عليها بحث فبالتالي رح تكون المهمة كتير صعبة رح تكون الصورة كتير كتير مبكسلة معهم نفس الوقت لو رحت لماتيريال الخشب اللي انا طارحه انا جايب صورة يعني ابعاد الصورة اطلاقا مش صغيرة انا دخلت هنا على الصورة بلاغي ان الصورة ابعادها ديتيلز 2800 بيكسل ب2800 بيكسل فالمشكلة البكسل اللي طالع عندي مش من الماتيريال نفسها طب لو كانت طالعا من الماتيريال نفسها برضو ليش مبكسل عندي نويز على الشاشة هاي بتكون الاعدادات او هاي الاخطاء انه كرت الشاشة بيكون مصمم او انه مهيئ انه يقرأ باقل رزوليوشن ممكنة لحل هاي المشكلة ابلش هام بالماتيريالات كبداية في عندي اسلوب اول شيء او في شغل صغير حبيت ان اناوه عليها بقدر اروح اكلمة شادد احكي له ماتيريال اذا اشوف هاي الماتيريال وهي شادد مع المابس هاي النتيجة نفسها رح تكون او اذا قلت له خدلي ماتيريال ماتيريال يعني تكون عندي الماتيريال الرياليستيك وماتيريال رح تغير الاشي شوية صغيرة بس رغم هيك مش رح يساعدني من مرة انا بده ارجع هتكون عندي شادد يعني انا اناوه هاي الفكرة طلاب يحاولوا يستخدموها اذا قدروا اذا ساعدتهم اشي يعني انه كان رفعين رزيوشن وحسنوا في مشكلة بقدروا يستخدموا هذا الاسلوب يعني بساعد ولو اشي تفيف الاسلوب الثاني اكبس بالزر اليمين على اي كبسة هون او الاختصار او الاتو بي اروح لكلمة display performance احكي له في عندي هنا ثلاث خيارات البيكت بروسيجر المابس يعني اذا بده اعمل بيكينج لاماتيريال وتكون هاي عندي الماب تطلع كبت ماب عندي البيكسل 128 بيكسل هلا هاي بتتركها بعدين هاي قرد بده موضوع لحاله متخصص انه موضوع بيكينج للماتيريال فهنا بده ارفع اول شي 1028 او اخرها 512 يعني مش رح تفريقن كثير اصف هاي بلاي هاي اوكي ما رح يغير اشي لان اخصلا مش عامل بيكينج لأي ماتيريال اذا رحت لكلمة texture maps وهنا عندي كثير مهم احكينا تلعي الى resolution ل 1024 واطلع الفرقية اوكي براحز الفرقية للماتيريال يعني اشتغلت مثل السحر مرة واحدة رفعتها وصارت عندي اوضح طبعا ما في اشي بلاش اكيد هذا الاشي بكون ادخل على كرت الشاشة فلازم كرت الشاشة عندك يكون بتحمل هذا الاشي خاصة بمنفات بتكون عندي دقيلة وكبيرة الرقم الطبيعي اذا انا مشغلطان 512 بيكسل اتوقع انك تستطيع تسلك حالك على viewport برقمة هذا بس اذا واحد يحب انه يكون كل شيء accurate عنده او انه زيادة عن نظوم يعني انه مبين انا ما بشوف في كتير فوائد الاشي في viewport يمكن كنت ان اذهب الى 4097 ا nos apply اوكي يعني قليل جدا لأنني ألجأ لهذه الأرقام إنه أعلى من ألف و أربع عشرين الآن إذا رديت تراجعات القيمة مثلا خمسمية و اتناش أو قلتها مثلا مئة و ثم مئة و ثم مئة و ثم نشوف الأفكت حتى على نويز هاي أبلاي طبعا عصان عندي كتير قراءة سيئة بقدر أطلع إلى ألف و أربع عشرين أحكي لها أبلاي اوكي بالنسبة للماتيريا اللي عندي هون اللي جبتها أنا على لفت فيو منشان أشف منها مثلا بقدر أحكي له ألتو بي بما أني هاي جبت الصورة على أنا أصلا على الـ background فلو رجعت لـ display performance رحت على viewport background أو environment الـ environment اللي هي الصورة بدخلها من رقم 8 environment and effects فلو أحكي له إرجاع لي هون أعطيني الـ resolution إن هاي الصورة تكون عندي مثلا 2048 هاي أبلاي هاي اوكي بطلع صارت عندي الصورة كتير كتير أوضح من أول بس أكيد دائما بكون هذا حساب أو على الـ cost يعني كرت الشاشة اللي عكي عليه بصير أصعب شوي فإنت ما تشطح كتير بالأرقام وما تكون كتير مكللها يعني اشتغل بالعكل معنى الثاني أمسك العصائي من النص إذا بدأ أمسكها هون ألف أربعة عشرين أبلاي اوكي خففت الـ resolutionت في صغيرة بس مش أساعد كرت الشاشة وأصلا أبعد هاي الصورة جدا كبيرة إذا لمشغل طال كنت منزلها بجزء اليوم الصبح هوميرك للطلاب فإنه أصلا أبعدها كتير كبيرة بجزء 4000 بإشي هذا هو الموضوع الرئيسي لحبيت الناجات الفيو اليوم موضوع بسيط بس ملزمكم كتير بالشغل خاص نص للطلاب زي ما حكيت لعندهم كرت شاشة ضعيف أو بدأ يستخدم الصور الجوية بتكون للمدن بشي يعمل ريسارش على مشاريع التخرج هاي الدروس أو هاده الخطأ الرئيسي كان عندي هاد الأسبوع حبيت أتكلم عنه تابعونا طبعا على الـ visualization courses على قناة اليوتيوب وأكيد على الـ Behance كمان هيك بحكي لكم بيعطيكم ألف آفة والسلام عليكم